أهلا بكم تكتصر المساعي على الجانب الإنساني دون السياسي والأمني فوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي يحج للمرة الثانية إلى القدس منذ اندلاع الحرب سيناقش مع المسؤولين الإسرائيليين مساعي بلاده لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها كما قال ويأتي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ الثانيا على برنامج بلينكين بعد نتنياهو قبل سفره غدا إلى الأردن ميدانيا القصف متواصل على غزة من الجو والبحر بالإضافة إلى المدفعية التي لم تسترح الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل مصطفى دلول قائد كتيبة تل الهوى الحباسية في غارة جوية على غزة أما كتائب القسام فأعلنت قتل أربع جنود إسرائيليين في هذا الوقت أعادت إسرائيل آلاف العمال الفلسطينيين الذين احتجزتهم بينما كانوا يعملون لديها لدى اندلاع الحرب السلطات الإسرائيلية تهمت حماس بأنها تكدس كميات كبيرة من الوقود تحت مستشفى الشفاء في غزة أقليميا طلب زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر من حكومات الأردن ونصر ولبنان وسوريا السماح لمناصره بالوصول لحدود فلسطين حاملين الماء والدواء والطعام والوقود لأهل غزة ترجمة نانسي قنقر